اشتركوا في القناة ما لاح يتركنا هيك لاح يكون عنده البديل ولاح يكون عنده البروداكت المناسب لكل حالة انتو بتعانوا منا فكلنا اصغاء لكلود لكل المعلومات الجديدة يلي واصلة لعندو ورح ينقلنا اياها اهلا وسهلا فيك كلود يا صديق الصباح الحلو دايما بتكوني منورة ومشعة ودايما بيقولولي بتتغذل فيها بيقولهم لا هي جميلة ما في لزوم حدا يتغذل لانه هي عادي هاي الشمس المشركة دايما بتضل فيها على الشاشة الحلوية اللي هي الوتي في كل اللطاقة الإيجابية لألك ولمشاهدين لألكم صباح الخير جميعا انك تعرفوا اليوم عنا مدرستين بموضوع التغذي وهي دي مدرستين يعني اطبة اتنينتون بيكون عندهم تحليل وافكارون ودراساتون عم موضوع الحليب عنا اسمان من الحليب عنا الحليب اللي بنعرفه دايما نحن هو حليب البقر اللي دايما نشربه ومطعمي ولادنا منه وعنا حليب المعزي اللي هو سقافي قديمي ولكن متجددي اليوم بأنواع طبعا المعزي اللي دايما عم تهلأ بلشت المزيرة تبعها وبكثرة ليش البقر صار عنده مشاكل وعم يعملوا عليه مثلا مواضيع كتير أنه هو صار مدر أكتر ما هو المفيد نحن بنعرف البقر بأيام زمين كانت ترعى من الحقلة عادي مشين هيك وما كان عندها لا يحطوا لها مع الأكل كورتيزون ولا يحطوا لها الأبر الأوي وفالحليب بيفوت على جسمنا طبيعي مية بالمية هلأ تغيرت المزارع كلايات عم تركض بالتغذية تبعها داهية بتنتج حليب أهم شي اليوم البقر عنا داهية بتنتج حليب مشين هيك بلشت الأطباء يقولوا أنه داري تبعها شو اسمه يعني حليب البقر ما عد بيفيد لأنه هو بالعكس هو صار مدر لأنه عم فوت على جسمها كورتيزون عم فوت على جسمها أدوية لا تصلح للجسم مشينك عم تعمل مشاكل بالوقت زيته عم تنصح الزيدي يعني نحنا هون عم ناخد للفات بكمية كتير عالية أما حليب المعزية هو الأفضل لسبب واحد حليب المعزية هو أنتو بتعرفوا المعزية ما بتاكل راسة منحنة المعزية دايما بتاكل يعني راس الشجرة راسة العشبة الطربينة العالية بتاكل السنديين بتاكل يعني العشب الأوي مشين هيك الحليب تابعها حليب كتير مهم وعنده تغذية أيام زمين كان وقتها يحلبوا المعزية كان تطلع ريحها لأنه كان طرق بداية مشين هيك نحنا نقرف وما نيكل لا لابنت المعزية ولا حليب المعزية أما اليوم بها التطور طبعا الوقتها بيحلبوا المعزية بطريقة مرتبة بمشينات مرتبة مشين هيك عم بيطلع الحليب طيب وجيد وبالعكس ومفيد جدا قد ما عنده منافع كتير أوي ناتشوري كلود طبعا بيتحدث اليوم عن موضوع مهم كتير كرميل الأطفال وكرميلنا نحنا تنظيف الأسنان كمان دراسات بلندن عم بتقول أنه كل معاجين الأسنان فيها مادة بتأتل البكتيري الصحيحة لأنه الريء اللي موجود هو عنده بكتيري كتير أوي وهو مثل فيلتراج لكل شي بيفوت على الجسم تبعنا من تنشقنا للهواء إلى ما هنالك هو من الأكل وكل شي هيدا الرئي الموجود نحنا وقته بنعمل من فرش السنين نأكله البكتيري الصديقة اللي بقلبه مش هيك بصير في عنا مشاكل كتير بالتنافس بصير عنا أمراض عم تدخل علينا بعدين مع الايام نحس فيها بس وليكن بيقولولي طيب أنت أوكي خبرية حلوية وكذا وصول شو البديل ما هو البديل أنا أعطيتكن الحليب بتوع البقر شو البديل تابعه أما هلأ شو البديل عن معجون ستين هو بيكاربونات منجي كيسة صغيرة منحطها عنا على بالمغسلة دايما بالفرشي ومنفرشي ومن مخمض ومن كبه بره شو لازم نطر هيدا اللثة وهيدا الزون تابع يا من يا بي زيت الكوكونات جوز الهند زيت جوز الهند هولي الطريقتين الأمثل كرميل لن أول بكتيري صديقة بقلب الفم حتى تحارب كل شي فيه بكتيري حتى ما تفوت على جسمنا وتعملنا مشاكل بعدين بالرئة ومشاكل بالجسم كليته فسمعوا مني حاولوا نظموا هيدا العملية انتوا أطفالكم ليكون عنا صحة سليمة بدون أي مشاكل هلا شو عنا مشاكل بالجسم تابعنا كرميل نشيلها الفات لأنه نحنا مثل ما قلنا الحليب أساسي بالجسم تابعنا اللي لازم نشربه بس ولكن الفات كيف لازم نتخلص منه كله بيقولوني بتسمي الأسيمي بأسماء يعني بتقول الكرشي دل الكرش كلام نحنا منكون عم نلطف الأمور ببطون طالع شوي بمعت نفخة صغيرة بطني بيكون الصباح مسطح بوصلة الظهريات بينفخ كليته يعني مصران أوكي هولي كليته مشاكل نحنا عم نعاميهون بالنهار كل يوم وبالليل ليش لأن نحنا وطبعا نطلع المريه هيك شي وطبعا نطلع المريه هيك شي آخر كليا مش هيك دايما أنا بقلكن لازم نغير شوي ليش لازم نغير لازم نغير نمط حياتنا بالأكل لنقدر نحنا نخسر هيدا الفات كلييته ونشيل هالكرشي ونشيل هالمدل دل هيدا كلييته بقلب الجسم تنظيم عملية الأكل هلا كل العالم فيتي بموضوع الرجيم كلييتنا فيتين فيه هو السيم المتقطع كمان دراسات بتقول أنه هيدا السيم المتقطع بيفيد بمحل وبمحل تاني ما بيفيد أبدا ليش لأنه نحنا دايما نعتمد على شيء اسمه الميتابوليزم عندنا يكون ناشط ليقدر يحرق هيدا الفات كلييته وقت نحنا منخلي الميتابوليزم ما يشتغل خلال هات 12 ساعة اللي نحنا عاملين فيه سيم متقطع ولا يمكن ولا يمكن هيدا الميتابوليزم إضال ناشط بدو يموت بدو يقع ناتشل اللي كلود شو قالي ناتشل اللي كلود قالي هالفات التاق اللي شايفينه على الشيشي شو بيعمل بنظم حياتك اليومي لأن هو يؤخذ صباحا ومساء كيف بنظمها ما بيخليك تروحي على شهية كتير قوية بالوقت زيته بيشتغل على يعني شيل كل شي بيقول أنا فات وخصوصا بمنطقة المصران بيكون في بول أنتو بتعرفوا منطقة المصران مش هيك بيصير في عنا انتفخات وبيصير في عنا إزعاج وبيصير في عنا مشاكل كتير ليش لأنه المصران بيكون بوليت من الدهنيات من الفات بقلبه الفات التاق عندنا تشري كلود شغلته الأساسي ينظف يشيل الأوسيخ كيف هو معمول من متما قلت من 6 أنواع من الكافيين حتى قراركم جرين تي جرين كوفي دينداليون الجينجر الكال عشاب بحري أوكي وهولي كلياتهم عشاب بيشتغلوا بيقوي مع بعضهم لأنه مع بعضهم بيشتغلوا بيقوي ليقدروا يشيلوا هذا الفات وينطفوا كل شي فيه بالأمعاء تبعي ليش بديونطفوه بينطفوه بطريقة كتير مهمة وكتير قوية لسبب واحد حتى يحرق لكل شي فيه دهنيت بقلب الجسم تبعي وبالوقت زيته بينظم عملية الأكل تبعي مش هيك نحنا مجبورين نأكل خمس وقعات بنهار هذه الدراسة الصحيحة خمس وقعات بالنهار لأقدر أنا شو لأقدر أنا صيب مظبوط لأنه أنا واتا بدي أعمل السيم المتقطع وفي كتير عم بيقولول اوه عم نستفيد منه واو وي اوكي خبار صحيح تستفيد وما هو مثل السيم اي السيم نحنا بنعمله بحياتنا هو بده ضعف اش باري واتا مسكرت منه نحنا بنضعف نورمال الهوى ما بينصح الأكل هو بنصح يعني في كتير أشياء أنا ما بيأكل ما في ما بتاكل وبتنصح يعني عندك مشاكل بالهورمون تبعي هذا من الآخر فأنا دايما بقلكون الأكل المنتظم خمس سوعات هني أساسيات عننا بناخد سناك بناخد بروتيينات بناخد بناخد بس بكميات قليلة هو الفات أتاك لهالصورة اللي وراي هو اللي بيقدر هو اللي بيقدر يخلي يتنظم هايدي العملية كلياتها وبالوقت زيته بيحرق لك هدا الفات كله من قلب الجسم تبعي بدون أي مشاكل وهو طبيعي بالمية تركيبة أمريكانية وهو كتير كول يعني هدا اللي بتاخدوه أنتو كتير كول بحسسكن أنه أنتو جماعة طبيعيين بالحياة تبعكن وبدون ما يعملكون أي مشاكل ناتشوري كلود عم تقول في أشخاص شو بيعملون بيتحدوا حالهم بالأكل ليش يمع الصب يترك صاحبته يترك صاحبه يا 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 مشاكل يا يا كل شي شو بيعملوا شو عندهم عندهم يفتحوا البراد يفوتوا على هالبراد يمسحوا كليتهم من فوق لتحت تحصيم مزيج ما عندي شي أعملوا بدي أكل بدي أتحدى جسمي بدي أخرب حالي بدي أعمل كرشي بدي أعمل بدي أعمل خلاص بدي أخرب الدنيا كليتها ناتشوري كلود قالت لا معصبي أوكي بفهم مزعوجي بفهم ما عندي شي أعملوا بالحياة بفهم قاضي شو بدي أعمل بالليل بدي لأميش تشيبس تأ تأ بزورات إلا ما هونيلك أوكي أكل المطبخ ما بخلي شي غزانة بفتح شو بدي أكل في شي عم يأمرني في شي بقلب الخلية تبع الدماغية عم تأمل شو عملوا راحوا جيبوا عملوا برو دوي إذا بتذكروا أنتوا اللي كان موجود بالأسواء بيشتغل على هايدي الخلية الدماغية بتعملها أوف بتسكرها شو بتعمل أنت أنت معا بتاكل بتغري حبي هايدي الموجود كان وبتعضي بيقطع لك شهيتي 24 ساعة أنت ما بتعرفي شو الأكل بتقرفي الأكل نزلنا كل العالم نزلت عليه أول أسبوع 2 كيلو 3 كيلو توفق ببسطة العالم واو كسح الأرض كلياته عمل دقات قلب قالوا معليه رجفين قالوا معليه تعصيب قالوا معليه مهم عم بنزل لي الفات تبعي ودعايت على التيفي وكنتوا عم تشوفوا بفور وافتر وكان 170 كيلو صار 50 كيلو أوكي شو صار بعدين وأتوقفوا ما فيني أخذوا طول حياتي إذا بيضل أخذوا طول حياتي يعني عندي مشاكل زوجية مشاكل عائلية مشاكل صحية مشاكل لأنه هو ستراس ما هو عم بيوقف لي خلية هي بتنظم لي الجسم تبعي والفكر تبعي وحياتي اليومية أنا وقفت وقتبوقف شي بجسمي يعني صار عندي عطل وقتبصير عندي عطل يعني بس بده يصير في عندي مشاكل وأتوقفوا لهذا الدواء ما عد أخذوا الإنسان لأنه ضعيف شو صار عنده ما عد عنده ميتابوليزم بجسمه خربت نظام الغذائي تبعه كل ييته اللي كان 100 صار 200 واللي كان 70 صار 140 دوبة للوزن تبعه وما عد يقدر يعمل كنترول يوقف يوقف هالفات أو هالنصاحة اللي عم تطلع عنده زيادة مشاكل الصحة العالمية قامت لأيامي وقفتوا وصارت تحاربوا وقالت هذا أكبر شي مشاكل تسكروا كل الشرك اللي كانوا يبيعوا هذه المنتجات القاطعة الشهية بكل العالم بلبنان وبيكل العالم ما عد حدا يقدر يحميهم لأنه بلشة العالم تموت وبلشة العالم عم تفوت على شي نظام غير طبيعي عندي الإنسان ناتشري من الوقت 2013 كانت تحارب هذا الموضوع وشو تقول عنا شي بالطبيعة نحن بيوقف لنا الشهية تبعنا عنا شي موجود بس بدي يكون الإنسان عنده الفكر أو اللابوراتوار بدي يكون في عالم أخصائيين يعرف يرقبوا هذه التركيبة ليوقفوا لك هذه الشهية ناتشري طبيعي طبيعي يعني أنت مثلا بدلا ما تروح يتاكل صحن ملقعتين كبار بتروح بتاكل ملقة صغيرة ليش لأنه ما عندك شهية لكمية الأكل بس بتاكل وما بتروح بشهية بشراها على الأكل بتروح بتاكل يعني قرن الشوكولات مثلا قرن الشوكولات منجيبه بتقول لي أنا لا أنا بحب الشوكولات كتير أنا إذا جبت القرن كان ربع كيلو يعني 250 جرام ولا 500 جرام يعني نص كيلو بدي أكله فرد وقع بدي أكله أنا بدي أكله أنا بحب الشوكولات صحي أنا بحب الشوكولات أكتر من كون بس أنا وقتا بدي روح أكل الشوكولات أنا لأنه بيأخد قاطع الشهية بيأخده طبعا بنظم حيات فيه هو حارك الدهون يوم هيك يوم هيك بنظم الحيات بعرف وين بريح وقتا بدي روح على منسف وأكل وكذا بيأخد قاطع الشهية عادي نورمال طبيعي بدي نظم الحيات تبعي متل ما بيجعني راسي بيأخد حبة الدولة واجع الراس متل 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 بيجعني ظهري بيأخد له عادي بنظم أموري أنا بنظمها أنا اللي بدي يكون الكنترول على حالي ما بده حدا دايما بوش علي ليساعدني طبعا في أخصائيين تغذي بيساعدوكي بنظام أكل معين وكيف لازم تأكل وا 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 واخبار بتقول أنا إذا ما عطت وحتى في أشخاص بقولوا لا أنا إذا ما بيجوبوا لي الوجبة ما بيأكل في ناس هيك وأنا معهم ما يعني كل إنسان حر يعمل بدوية بحياته أنا حر بحياتي ما حدا قالوا معي صحيح بس ولكن دايما أنا بقول أنا بعرف نظم الأمور طبعي مش هيك أنا وقتا بدي أكل الشوكولات بيشوف كريل صغير منها وبقض بتلزز فيها ربع ساعة ربع ساعة وأنا بتلزز بالشوكولات طبعي لأنبسط فيه وأنبسط به تكوين طبعيته كلياته وأعرف هو من شو مصنع هو مصنع من صبغة وشمع وسكر وهلو ولا هو مزبوط شوكولات ما أنا بدي أعرف شو عم بيكل طب ما بدي أقرأ ورا يعني في عالم بتفوت على السوبر مركز بسيرة لملم خي طب ما أريه ورا من لملم لأن أعرف حالنا شو عم بيكل حتى بس منظل مشغلين عقلنا كم في بقلبه فات كم في بقلبه لا أعرف شو والزيوت أوكي نقرأ نعرف حالنا نحن شو عم نيكل بس ما يكون هاجز عندنا نقول خلص بيضل أنا حياتي كلياته لا هاي دي ناتشور اللي كلود تعطيك البديل دايما إذا بدك تنزلي 2 كيلو أو 3 كيلو بالأسبوع عندك الفاتأتاك كات أبي تايت وأنا بإذن الله بوعديك أنه رح ينزل وزنيك نورمال طبيعي بدون أي مشاكل طبعا هاي ديك الأسبوع أو التنين أنا حكيت على منتج جديد لتلكم صار 3 سنين عم نشتغل عليه هو يعني تفتيح المناطق الحساسة عند الإمرأة أوكي هيدا معمول ملعش بإسمه الهاماميليس محطوط بقلبه زيت الألويفيرا محطوط بقلبه زيت الألماند أويل يعني زيت اللوز هؤلين لأنه غنيين بالفيتامين أ وإنتوا بتعرفوا الألويفيرا هو بيساعد على شال كل الأحمرار من قلب الجلد تبعنا ليش لأنه دايما نحن وتبعنا حط وايتينين حتى ما يصير في عنا أحمرار لأن كل اللي قالوا لي كل الوايتينين عم يعملها أحمرار وتجلط بجلطنا الجلدي تبعنا وخصوصا إذا كان لدينا احتي كيك بيصير في عنا واجع فنحنا ما عد فيه أو منحط كرامات ما مستفيد فيها لأنه ما بيكون في شيء بالبع أوكي نحن تشريتون بعد هي الدراسة العميئة تروحوا تطلبوا الوايتينين سينسيتيف زون وقولوا الخبير كان عم يحكي صحيح وعلم مية بالمية بدأتظهر عاشر سنين البدا تصير عندها طلة حلوة بدأت تخفي التجاعد تبعها بدأتعب الوج تبعها بالفيلر عندها شيء اسمه تريو تريو من ناتشير اللي كلود هو كناية عن تروح برو دوي عندك كرام دي جور كرام دونوي وعندك البوتوكس فيلر البتحطي كرام دي جور اللي هو البيرل كريم الكرام بيعطيكي إكلة غير طبيعي اللي بيشلك التجاعد الرفيعة الغني بالكولاجين الغني بالفيتامين غني به زيوت متعددة مثل جنين الأمح لأنه غني بالفيتامين جنين الأمح فهول كلياتهم هالتريول اللي عم تشوفون على الشاشة هول عمس قليتي أنا واللي بل شوفيه من 2013 ما بيستغنوا عنه بتغذية الوج تبعهم ليش لأنه بيقولولي بعد البشرة تبعنا مرتبة صافي ما عنده أي مشاكل تجاعد راحت انتهينا هذا الكافيار اللي عم تشوفوه على الشيشي هون قدام كونت هذا الكافيار معمول 11 عنصر أساسي ليش لأنه تشري كلود قالت أنه هذه البشرة العربية هي قدرة تتحمل قوة خارقة كرميل لنقدر نستوعب الأكتف الموجود بقلب هذا الكافيار يعني الأكتف يعني المواد الفعالة بكميات كتير عيلة جدا من زيت الكافيار من الهيرونيك أسيد من الالاستين من الفيتامين أ من الفيتامينات المتعددة بتقدر تشتغل على الرقبي لأنه أنتو تعرفوا زون الرقبي هو من أصعب الزونات بالجسم مشان كل وقتها بنعمل فيلير أو شي بوجنا دايما بيكون عنا هايدي الزون بتضل في عندها هيدا الارتخاء ناتشير لكلود بالتريو اللي عم بتحدث عنه كان الكافيار ولا كان البرل الكريم ولا كان البوتوكس قدرين زغروكي عشر سنين بكل معنى الكلمة ويخلي بشرتك تكون مرتبة وعندها طل السحرة والحلوي جدا 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 بتقولولي داي لازم نستعملوا ونوقف لأ بكون ضلوا تستعملوا بدون ما توقفوا بتقولولي ليش بدي لأنه نحن والبشرة تابعنا أو الوجه تابعنا هو البيبي يعني هو البيبي تابع هيدا الجسم كلياته هايدي هون بيبي هايدي بدنا نغزيها ونطعميها وندلكها ونغنجها وندلعها اللي نشتغل علي على هيدا الزون اللي بنرجع بنعمطيها كلياتها فعالية ليش لأنه دايما لازم هيدا الزون يتحرك العضلات تشتغل ونقدر نعطيها الريلاكس تابعها كلياته الوقت تابعي تابعا عم بيداهمني بس ولكن نحن بصيفية نحن بمواسم أعراس مناسبات ظهرات التيتعيم تابعنا الصبحيات بدي يقلكن عكريم الدهب اللي بدي يكون عندها طل حلوة اللي بدي يكون عندها جيزبية بلد تستعمل الدهب الدهب شو هو الدهب هو الطاقة اللي بنى علي الإنسان من قديم الزمين وهي المصدر السئة ده كل شخص أنه أنا يكون عندي دهب كيف هذا الدهب هو موجود على البشرة تابعي تشريك تودعيك وبتقلك خليكي معنا نحن ناطرينيك دايما ونستقبلك بسد البشرية حتى نقلك أهلا وسهلا وأهلا بعض الطلية يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر